سلامة ان شاء الله تكونوا بكلكم بعرفة صحة و بخير اليوم كالعادة رجعت لكم فيديو جديد و وصفة جديدة اليوم مصفتنا بشتكون كوسكسي بالكلام اغفاقسي لحفير قاسبق لي وشاركت معكم الوصفة هي بيقبل في القناة من الصوت كان مقصوص اذا كعليش حبيت نعود معكم الفيديو ولنا ديريكت ما نتوالش عليكم نمشي مع بعضنا للمقادير كما تشوفوا نستحقوا ارتال الكوسكسي لنا عندي بالنسبة للفحات استعملت ملح كركم في الفلاحمر في الفلاكحل وحريسة عربي لنا بالنسبة للملح استعملت مغارف صغر من المغارفة هذه معناه مغارفة صغيرة على الاخر والبقية استعملت معناه مغارفة صغيرة جزء في الفلاكحل اشتر مغارفة نستحقوا زيادة بتبيع على الزيت لنا عندي كلماغ بالنسبة للكلماغ كيفاش عملتوا الى الحشوة نخليكم رابط في صندوق الوصف شاركتوا معاكم مقبل في القناة كما تشوفوا لنا بالنسبة للخضر كلماغ فلفل لنقليهم باللوح نسحقوا زيادة للمكسة المعجونة وصوز مغارفة كبار تماثم معجونة لدينا تحتاج الى طريقة التحضير وكما تشوفوا اول حاجة بديت بها لنا اخترت مقفو المجد لديه كمية فيها فيها مضابة زيادة لنا حسب تقريب أربع مغارفة كبار المتعمل لذيب دباتي. وبتبيعة الفلفل اللي انا شقيتهم في الوسط وملحتهم. وباش نحط نقليهم كما عادتكم دي ما اه كنجين طايب كسكسيو اللي مقارونا و اللي روس. حسيلوا الحاجات اللي تاكلوا بالمغارفة دي ما اه نحبذ نقلي معناه الفلفل ملول. اولا بشي سايب اه معناه هات الحرورية في وسط الامرق. وزيد من بعد معناه من قدوش باخلين باش نقليوا الفلفل وكملول بالكل نقليوا الفلفل اللي عنا. ولنا كما تشوفوا بعد ما قدوش الفلفل لنا بش ناخو اه بس لها متواسطة كما تشوفوا قصيتها هيكا ميش ميش جوائدة وقلا ميش متواسطة خشينا شوية بش نحط كمية تماتم لنا اسبقوا قلتلكم مستعملت زوز مغارفة كبار اه تماتم معجونة لنا توب ما بش نضيف لهم لفاحات وبش نمرق هيكا شوية بالمي سخون كما تعرفوني وقلا كما عادتكم دي ما الحاجة معناه منحبش اه وقلا تماتم معناه منحبش نقليها ديريكت في الزيت نحب نحط لها معناه كمية صغيرة متعمة بش تبدأ صحية وتبدأ زادة بنينة كما تشوفوا لنا بعد ما حتيت تماتم معجونة حتيت زادة معها الهريسة العربي الملح الكركم والفلفل اكحال لنا جوس كل الفلفل احمر ما حتيتوش معناه يتقلى معاهم على خاطر الفلفل احمر كانت تحطوه من لور بالكل راوي سيبقو قوي وينجم معناه يتحرق معناه في الزيت او كديمة الفلفل احمر الديفوه كيف تجي وتمرقه بالضبط ولينا بش نقد نقليف كتماتم على بصالب البيه كيف الزيت مانا يتلع فوق تماتم وقتا نعرفوا اللي تماتم دانا تقلات ومعتش فيها كمطعم مكروسية وكي ما ريتوني في كل مرة نقليف تماتم نضيف في كمية صغيرة متع ما يسخون يغلي وتا كما تشوفوا هذي تماتم دانا بعد ما تقلاتها وبش نضيف كمية الفلفل احمر على فكرة بالنسبة الهريسة عربي الملح رابعو الحاجات ايضو ما يقدو لكم حسب الرغبة وحسب الكل يتحبو عليه معناه يتم تحبو الكوسكسي متاعا يجيكم هكا محرحر تزودو معناه في كمية الهريسة العربي الفلفل احمر بتبيع الحاجات هذي تقدلكم حسب الرغبة وطاق كما تشوفو تماتم دانا ولبسه البعد ما تقلاتوا بالباتة توش نمرقه بالكمية الكافية متاع الماء دي ما نقول ما تبيناكي نمرقو دي ما نمرقو الكمية الكافية اللي بش طيب لنا كسفة الخضرة الكلامار اه بش تفورنا زادة الكوسكسي وكيف كيف ما دا بنا كنمرق وديما نمرقو بما يسخون يغلي لنا بعد بامرقت كيما تشوفو بش نحط الكلامار يعمل غلوة باهية ومبعد تنرجع نوريك مشنو عملت في كل المراحل ولنا بعد ما تعديت ربع ساعة مليل امرق متانا قاعد يغلي طو بش نضيفو كمية سفنيريا ديما سفنيريا راو نضيفوها ملول بالكل نتبه على خطرة تكون هكا كاسحة في التياب مش كما البطاتة ولا حاجة او كنضمنو اللي هي تكون معنا يا طايبة زبدة وما تبديش معنا يا كاسحة لنا زادة بتبع سفنيريا بش نخليها تعمل غلوة باهية حكيت اه خمسة دراج نص ساعة حاجة كما هكا ومبعد نرجع لها وكما تشوفو بعد ما تعديت نص ساعة مليل كلمار متانا قاعد يغلي كيف كيف سفنيريا كما تشوفو حتى المراق نقص بالبيعي لنا بش ناخد كعبتين بطاتة بش نقص هكا في اتنين و بش نعم فيهم كيمة كيمة الجرح من الوسط بش البطاتة تكون اه طايبة بالبيعي واتاو بش نتعديو مع بعضنا لطريقة تحطير الكوسكسي لنا على فكرة الكوسكسي اللي استعملته وراو كوسكسي باكويت استعملت جوز انواع حسلو عملت كيلة اه من الكوسكسي لغشين وكيلة من الكوسكسي جويت كيمة تشوفو لنا بالنسبة لكوسكسي باكويت دي ما ديه الطريقة اللي نعملها ملولا وكا نغمو بالباهي بالماء مبعد الماء ذاك النحي نخلي حكاية الدرج يستقطر ماك الماء ذاكا ونبعد نفوحو كي ما تشوفو انا حتيت له مغارفة صغيرة ملح كيف مغارفة صغيرة فلفل احمر وفوق الفلفل احمر نحطو اه شوية زيت بالنسبة للكوسكسي كيم بش تعملو كوسكسي مكاسكس والاكوسكسي معاول في الدارة والطريقة تختلف تماما الكوسكسي العولة والاكوسكسي الدارة وما تحطولوش كيمة تعملح على خاطر الدرجاء كي كاسكسوه وقلا كي عاولوه يحطولو كمية باهية متع ملح كيف كيف زادة معناه ما يحطولوش كمية كبيرة متع مي جوست دون ما يبثثوه هكا شوية بالماء ويحطوه يفور زوست افويرات ولينا كي ما تشوفو الكوسكسي متانا بعد ما حتيت له الملح الفلفل احمر الزيت بش نقض نخلطو بالباهي ولم بثثو بالباهي بش الكوسكسي متانا معناه لون متاوي ولي بكل مزيان بكلفل احمر هباكا وبتبيعه بش نحطوه يفور لنا على فكرة بالنسبة للكوسكسي وقلا طريقتي في تفير الكوسكسي ما يستحقش مني جوست تفيرات وقلا ثلاثة جوست تفيرات كهو ويكون حاضر ويبدأ معناه طيب في حقه ليابس لحتى شاي بتبيعه من قولو كوسكسي اكيد نحطو معها كعبة عدو قرنفل بش يجينا بنيه بتبيعه لنا الكوسكسي بش نخليه يفور المودي الكافية حسيلو لنا حسب تقريب اختلي وقت حكاية اربعة دراج خمسة دراج حاجة كما هكا كما تشوفو فيه فور بالباهي وكيف كيف زادة السوس متانا كما تشوفو فيها لانها وليت خاطر الكلامار متانا تايب كيف كيف السفينيريا الباتاتا على فكرة بالنسبة للخضراء رو تنجمو تعملوه كوسكسي بالكلامار واحده كان متحبوش سفينيريا وإلا متحبوش تحطو معه مثلا الباتاتا جوست تكتفيو بغرين فلفل مقلي مع الكلمار مع الكوسكسي حسينو مع غرينة فلفل بر العبيد حسينو يجيكم مشاء الله كما تشوفو هذا الكوسكسي متانا بعد ما احضر كيف كيف السوس كانت حاضره ثم بقليه كانت نسقيه مع بعضنا وتشوفو فيه طبق التقديم على فكرة بالنسبة للكوسكسي رو ديمة كانت نسقيه معناه يملو لو كنسقيه هكا شوية بالمرق وبعد نغطيه بالاختاء بشيشرب كل المرقه باكا ويجيكم معناه فارق وابنين معناه ما يبديش شارب برشة السوس لنا دمه باش نحركه شوية باش نغطيه نخليه حكاية الدراج وم بعد نرجع له ولنا كما تشوفو هذا الكوسكسي بعد ما اشربل به المرقه باش نحطو فيه طبق تقديم باش نوريكم الكلامار كيف جنيه تايب حسيلو ما شاء الله بالحق توا ان نتفكر فاكل بنا متاع الكوسكسي ونمنتش في الفيديو ما شاء الله بنا على بنا لنا على فكرة بالنسبة للكوسكسي رو اذويق فما شكون الكوسكسي معناه يكي ساقيوه يحبوها كفيه كمية كبيرة متاع امراقه فما شكون الله العكس يحبوه جسد دوب ما ممرق شوية بالسوس الحاجه هيدي تقعد لكم حسب الرغبة ولنا كما تشوفو بش نحط السفنيريا البتاتا كيف كيف تعبت الكلمار لنا على فكرة بالنسبة لكلاماخ فرسي نخليكم رابط في صندوق الوصف لنا الحقيقة ما حبيتش نعملو في نفس الفيديو بش الفيديو بطبيعة ما يكون شتويل عليكم كما تشوفو وديا وصفتنا كانت اليوم وديا الكوسكسي متانا بالكلاماخ فرسي في طبق التقديم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة ونات ليداكم كل عادة متنساوش بش اشجعوني بلاي لايك وبلاي كومنتي غمتاكم لحلوين وكانكم زيدة اول مرة تزوروا القناة تعجبكم المحتوى متاحة متنساوش بش تعملوا اابوني وبش تفعلوا الجرس بش في كل مرة نهبط حاجة جديدة توصل لكم وتنبقى لكم بش نقول لكم بسلامة في امان الله وان شاء الله ملتقنا في وصفات اخرين